موسيقى معالي رئيس الجامعة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز السعودية باستضافة معرض اكسبوع 20-30 بالرياض جامعة الملك سعود تنظم مؤتمر الطب النفسي العالمي السادس بمشاركة اكثر من خمسين متحدثا محليا وعالميا معالي رئيس الجامعة يرعى منتقاء الذكاء الاصطناعي في النشر الرقمي شؤون المكتبات تحصد جائزة الفهرس العربي الموحد بالكويت أعزائي أينما كنتم من جامعة الملك سعود نحييكم وننقل لكم تفاصيل أهم أخبار جامعتنا خلال أسبوع موسيقى رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التهنيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود رعاه الله بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض اكسبوع 20-30 بمدينة الرياض جاء ذلك عقب إعلان المكتب الدولي للمعارض فوز ملف المملكة باستضافة المعرض خلال فترة من أكتوبر 20-30 حتى مارس 20-31 وقال سمو ولي العهد حفظه الله بهذه المناسبة يأتي فوز المملكة باستضافة معرض اكسبوع 20-30 ترسيقا لدورها الرياضي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها والذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية حيث يعد معرض اكسبوع واحدا منها من جانبه هنأ معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر باسمه وباسم منسوبي جامعة ملك سعود وطلابها وطالباتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض اكسبوع 20-30 الذي يأتي تقديرا لمكانتها العالمية وتأكيدا لدورها الرياضي في بناء الإنسان نظمت جامعة الملك سعود بالتعاون مع كرسي سابك لأبحاث والتطبيقات الصحة النفسية بالبهو الرئيسي بالجامعة المؤتمر العالمي السادس للطب النفسي بعنوان الصحة النفسية للبالغين والمعرض المصاحب له بمشاركة أكثر من 50 متحدثا محليا وعالميا حيث أوضح رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بن نايف الهادي أن المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ناقش المتحدثون العديد من المحاور المتعلقة حول الوقاية والتشخيص المبكر للإضطرابات النفسية والعلاج النفسي والتدخلات الاجتماعية والطب الاتصالي والصحة النفسية للمرأة والتدريس والتدريب في الصحة النفسية مشيرا إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر ورش عمل ومحاضرات علمية بمشاركة نخبة من المتخصصين بالصحة النفسية دعت وحدة المجلات العلمية بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لحضور الملتقى الثالث والمعرض المصاحب له الذكاء الاصطناعي في النشر الرقمي رؤية عالمية ورؤية جامعة الملك شعود وذلك برعاية معالي رئيس الجامعة والذي سيقام يوم الاربعاء ستة ديسمبر بمدرج كلية الطب الأسنان برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذة الدكتور بدران العمر ينظم كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بالتزامن مع منتدى مبادرة السعودية القضراء اللقاء العلمي آفاق وتحديات وتنمية الغطاء النباتي في ظل التغير المناخي وذلك يوم الاربعاء ستة ديسمبر ويناقش اللقاء دور المحميات الطبيعية في تعزيز وثنمية الغطاء النباتي وتحديات التشجير في البيئات المختلفة بالمملكة حققت جامعة الملك شعود ممثلة في عمادة شؤون المكتبات على جائزة الفهرس العربي الموحد إلى جانب الجامعات الأكثر تفاعلاً مع الفهرس بجانب جامعة الكويت الوطنية وذلك خلال أعمال اللقاء العاشر للفهرس الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من المكتبات المحلية والعربية إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة حتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي في أمان الله